جربتي قبل كده انك تجيبي اللحمة المفرومة وتكوريها كده بإيدك وبعد ما هنكورها هنصلقها مش عايزك تستغربي من الطريقة لان بالطريقة دي هتوفري فلوسك وهتعملي حاجة بتتبيع بسعر غالي كده بتكلفة قليلة خالص في البيت هنستخدم نص كيلو من اللحمة المفرومة بصل وطوم ورق لولي ملح وفلفل اسود وسكر واهم حاجة رشة الحبهين المطحونة علشان تدينا نفس الطعم بتاع الجايز هنجيب بقى نص كيلو اللحمة المفرومة بيكون فيها نسبة دهني كده بنسبة عشرين في المية هنكورها بالشكل ده حال على النار فيها مية بتغني تكون نص الحلة بس فيها مية بتغني وحنحط ورق اللوري والطوم والبصل والبهارات وحنحط اللحمة اللي احنا كورناها وحنسيبها اتناشر دقيقة بس مش اكتر من كده اي ريم يطلع معي على الوش لازم اشيله على طول وحضر معلقتين من الجيلاتين البودر هحط عليهم خمس او ست معلق من المية وقلبهم تقليب مستمر الجيلاتين بيتماسك بعدها بشوية يعني بعد عشر دقايق لو بصيتي عليها هتلاقيه بقى قطعة واحدة كده ما تلاقيش خالص اللحمة عد عليها اتناشر دقيقة هتلعها وهتلع معها كمان البصل علشان افرمه في الكبة وحضرتكم باية كبيرة من الشربة في الكبة بقى هحط فيها كورة اللحمة لسلقناها لمدة اتناشر دقيقة واحط عليها الجيلاتين والبصل وما تنسيش اهم حاجة معلقة السمن البلدي اللي هتخلي طعمها في حتة تانية خالص واحطيت رشة ارفة وشوية من الحبايين المطحون وتوم بودر وبصل بودر ومكعب مرأ الدجاج واحط النقطتين من اللون الغذائي الاحمر وبعد كده حضرابهم بقى ضربوا متواصل في الكبة لحد ما ينعموا خالص جبت علبة بلاستيك وده انتهى بدهنة خفيفة من الزيت وهحصب فيها الخليط ده طب هو ايه ده البلو بيف البقري اللي بيتباع سعره غالي جداً عملنا في البيت بطريقة سهلة جداً دخلته الفريزر ساعة وبعد كده نزلته على التلاجة اعادته ثلاث ساعة وانا بقطعه كان متماسك جداً حاجة كده طعم وريحة في منتهى الجمال ونظافة حاجة عاملها في البيت وانتي عارفة ان انت عاملها من لحمة نظيفة طعمها بجد حلو جداً يلا بينا بقى انطبقوا ونعمل البيت بالبلو بيف عارفين طبعاً الطريقة تاسع على النار فيها معلقة من السامن البلدي وحنحط فيها البلو بيف هحط قطعتين كبار وحبتدي ان انا اشوحهم طب لو عايزة بقى تتعلمي الوصفات اللي هي بتتباع جهزة عايزة تنفذيها في البيت فانا جايبالك تطبيق حلو جداً اشترك لك اللينك بتاعه في البايو حتى امان حاسب لك اللينك في اول تعليق ادارة حمليه التطبيق مجاني وبيشتغل من غير نت وحتستفدي منه كتير البلو بيف بقى وانا بحمره طلع المياه الزيادة اللي كانت فيه وبقى سبته كده لحد ما تشتش كده وعمل الفكاكيع بتاعته وبعد كده نزلت عليه بتلات بضغط وشوية مرح وفلفل اسود وحنقلبهم بقى تقليبتين كده وعايزة اقولك ان الريحة هنا ما شاء الله حلو جداً جداً احلى واجمل من البلو بيف البقري اللي بيتباع جاهز وسعره غالي عملناه في البيت بتكريفة بسيطة جداً نجيب بقى العيش الفين بتاعنا الجميل وهنبتدي نحشي السندوتشات وفاري وعملي الحاجات دي لولادك حطها لهم بقى في اللانش بوكس او للفطار للعشا حاجة كده بسيطة وفي نفس الوقت احنا وفرنا فلوسنا وعملناها في البيت الوصفات الحلوة الجميلة اللي انتو بتشوفوها دي انا بتعلمها بصراحة من التطبيق اللي انا سايبا لكم اللينك بتاعه في اول تعليق بتنسوش تحملوا التطبيق ودعوة حلوة بقى كده من القلب بشايفين الجمال بتاع سندوتشات البيت بالبلو بيف حاجة كده روعة بتمنى اتجربوها وبقالف